السلام عليكم البنات كده يا راتب الخير لابد عليكم كانت مني ان شاء الله انكم تكونوا في افضل حال مرحبا بكم معي في القناة اليوم ان شاء الله غاد نجيب لكم واحد الوصفة رائعة وصفة اكتر من رائعة هاد الوصفة هادي لتبييد الوجه وكذلك قعل اي الشوائب اللي كيكون عندك في الوجه هاد الوصفة وصفة مجربة وصفة ان شاء الله غادي اتعجبكم وقعدك يعني الوجه اللي كان كيتعرض للحروق ديال الشمس اه وكيبقى فيه دقلات خاص ديال الشمس وهذا في يعني تستعملوا هاد الوصفة هادي لان فيها كما كيبال لكم هنا عندي ماطيشة على هاد الشكل هذا كان اخدها كان حكها بحال هاك يعني فالماطيشة المعروف على انها رائعة يعني الى كنت مثلا خرجي ودرتك على الاشعاء ديال الشمس فهي رائعة كتحكي غير الوجهك فكيبرد يعني ما يوقيه وكيبرد افنس الوقت يعني كتبيض اه كما كيبال لكم هنا حكيتها فحصلت على هاد الماء ديالها يعني غادي نستعملها غادي نحكي غادي نستعمل هادك العصر ديالها او الماء ديالها وهنا عدنا الناشا فالناشا المعروف علي انه رائع قنبلة في تبيض غير يعني تستديره غير المدوامة يعني المدوامة على الوصفة يعني اللي درسيها مثلا المرة واحدة وقلت انها غادي تعتك يعني هذا فلا واصلا هي ما غادي تبيضك يعني غادي تعتك اللون اللي عندك في الوجه ديالك يعني ما كيش لي كيبيض على شي حاجة اللي اعطاها لنا سبحانه وتعالى غير هو اللو التي يكون عندك في البشراء ديالك يعني ما نتعملين كيتعرض لأشياء ديال الشمس فضروري انه انه ما كيبقاش كما كان فهاد الوصفات هاد هاد الوصفات دي فوصفة رائعة ان شاء الله وصفة اكيد غادي تعجبكم كما كيباليكم هنا عدي ما طيش يعني حكيتها غادي نضيف لها واحد ملعقة تقريبا ديال الناشا يعني لاحظ كيبقاش تديرو قل وجهكم للي اديكم صفي اوسا نخلط فكما قلت لكم الناشا المعروف عليها انها رائعة في تبيض البنات غزالة كتخلي لكم اللون موحد للبشراء ديالكم وكذلك حتى ما طيشة فاق ما طيش يعني فيها في نفس الوقس مغدية وكذلك رائعة حتى للتبيض وقعدوا كل اثار ديال الشمس يعني ما كيبقاش صفي كنخلطها كعلة مزيان سوف تنطبقها على الوجه ديالي كنخليها تقريبا حتى كتكرم فالمعروف علي الناشا انه تي شد في البشرة يعني تيكرم كنديروها وكنخليها حتى يكرم يعني نديروها مثلا اه شي كوكشي ربع ساعة بحالها كتلت العشرين دقيقة وسافي ان شاء الله يعني من بعد كنقصلوها بالماء ونتبعوها يعني نبقوا نديرو هادا الوصفة هادي نبقوا نديروها مرة يعني نهار اه نهار الله نهار اه نهار الله يعني تلات المرات في الاسبوع ان شاء الله وكذلك من قبل يعني بالنسبة لي كيبغي يدير المقشر يعني يدير المقشر مرة في السمانة ويستعمل هاد الوصفة ديال تبيض الوصفة ديال تبيض غادي يستعملهم اه تلاتة ديال المرات في في الاسبوع غدا نحط لكم واحد المقشر تهواء رائع وغزال البنات يعني تستعملوه اول اول عدا باش تستعملوا هاد الوصفة هادي غدا نحط لكم في صندوق الوصف اه اه مقشر رائع يعني بالكوك وبالقهوة الصراحة انتا رائع غادي ان شاء الله اعجبكم وهدي هي وصفة اليوم اللي حبيت انني نشاركها معاكم ما تنسوا ليش بلايك واشتراك وكذلك تفعيل الجرس باش اي حاجة حطيتها ديك الساعة توصلكم سلام عليكم